السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم وينتر في فيديو جديد يارب تكونوا بخير فيديو النهاردة اوضح لكم فيه ازاي تهجوموا على كمبات تانية وايه المطلوب منكم بتروح على الكمب عندك بعدين بتروح تكلم شخصية ال MBC اللي اسمها ديف اول ما تكلم شخصية ال MBC هيطلب منك انك تشتري جهاز راديو عن طريق الجهاز ده هتقدر تهجوم على اي كمب بشكل عشوائي عايزك تركز معي عشان اوضح لك نقطة مهمة جدا وهي انك تقدر تهجوم على بيت واحد بس في الكمب مش هتعرف تدخل تدمر اكتر من بيت في الكمب اهم حاجة لازم تركز عليها اول ما تدخل البيت هي الخزن الصودة بعد ما تدمر الخزن الصودة تقدر تكسر البيت كله براحتك النقاط اللي بتاخدها على هجومك على اي كمب بشكل عشوائي بتتحسب معاك على البيت اللي بتدخله وبتدمر الخزن الصودة بتاعته بمعنى انك اي حاجة تانية هتعملها في الكمب مش هتفيدك في حاجة ولو انت بتحب البيت بي قوي تقدر ترفف الكمب شوية وتدور على الناس اللي فتحة وتقتلهم الناس دلوقتي هتسألني هتقول يا وينتر طب ايه لازمت ان انا هجوم على الكمبات التانية انك تعمل هجوم عشوائي يوميا على الكمبات هيفيدك وهيفيد الكمب بتاعك هيفيدك انه هيدلي لك بوينتات هتقدر تشتري بيها موارد للترقية وكمان هيفيد الكمب بتاعك لو تلاحظ انك كل مرة هتوجم على كامب اول ما ترجع الكمب بتاعك هتلاقي معاك في الشانطة خريطة هتروح تاني لشخصية الامبسي اللي اسمها ديف عشان تبدل الخريطة دي لما تدي لدي الخريطة هتاخد مكانها وعملات فضية والكمب بتاعك بيكتسب نقاط خبرة عشان يرفع الليفل ده غير ان لو الكمب بتاعك بيعملوا راية بشكل يومي هتتصنفوا على باقي الكمبات الموجودة معاكو في السيرفر وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهاردة اتمنى ما كونش طولت عليكم هسيب لكم لينك سيرفر الدسكورد في البايو لو عندك اي سؤال او استفسار بخصوص اللعبة تقدر تكتبلي في سيرفر الدسكورد وهتلاقيني متواجد معاك على مدار اليوم وبرد على اسئلتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ومتابع للقناة وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد استنوني في الفيديوهات الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته